موسيقى وارجعنا لكم تاني وفقرة جديدة جمالك من صحتك هنتكلم فيها عن التغذية والصحة اللي بتخص جميع الأفراد الموجودين هنتكلم النهاردة عن حالة مهمة جدا عن الغدة الدرقية طبعا من كتير مننا عنده مشاكل في الغدة الدرقية ان كتير مننا ما يعرفش عن ايه غدة درقية ايه وظيفتها في الجسم بنعرف ان اذا كان فيه مشكلة ولا لا اول حاجة هنتكلم فيها يعني ايه غدة درقية بالراحة كده هي الغدة هي احدى الغدة السماء اللي موجودة داخل الجسم على اتصال هيرموني بالغدة النخامية اللي موجودة في المخ بتفرز هيرمون اسمه TSH دوت علشان ينشط الغدة الدرقية في الجسم طيب الغدة الدرقية فيها هيرمونين T3 و T4 طبعا احنا هنتكلم عنهم بتفاصيل طيب تاني حاجة ايه وظيفتها في الجسم بتفرز هيرمون اسمه السيروكسيد هو المسؤول عن عملية الايد في الجسم او عملية الحر تاني حاجة بيتحكم او بتتحكم فيه نظام البروتين والكربوهايدرات والدهون في الجسم بعد كده طيب انا اعرف منين اللي انا عندي مشكلة في الغدة اول حاجة لو TSH عالي في الدم يبقى فيه خمول لو TSH منخفض في الدم يبقى كده عندي فرد في الغدة الدركية طيب يعني ايه خمول ويعني ايه افراط في الغدة الدركية طب اعرف اعراضها منين اول حاجة لو فيه خمول في الغدة الدركية هيبقى فيه تعب ارهاق اضطرابات في الدورة الشهرية اضطرابات في النوم تورم في الجسم تساقط الشعر زيادة في الوزن حد يجي يقول لي يا دكتور انا ما باكلش كتير بس وزن دي بيزيد فيه مشكلة في الغدة الدركية او باكل كتير ومنقل لي حاجة لو شربت كبات مية او اي حاجة بلاقي نفسي زيت كده عندنا مشكلة في الغدة الدركية طيب الناس اللي عندها افراط اعرف منين اللي انا عندي افراط اول حاجة زيادة التعرق العصبية الشديدة اسهال شديد تورم في الجسم برضو تساقط في الشعر ساعتها هعرف برضو اللي انا عندي افراط الناس اللي بتقول لي مثلا انا باكل كتير جدا ووزني ما بيزيتش او انا مثلا من اقل حاجة بعمل مجهود بلاقي نفسي بخس بسرعة جدا كده يبقى انا عندي افراط كده احنا قلنا تعرفها واسبابها مشاكلها في الجسم طيب حاجة تانية عايزين نعرف ايه العادات الغلط اللي احنا بنعملها اللي بتقلل معدل الحرق في الجسم اول حاجة طبعا انا كثيف جدا بقول للحالات لازم الفطار بدري لازم وجبة الفطار ناس كتير جدا مننا بتهمل موضوع الفطار ده صعب جدا اللي المفهود افطر من الساعة 6 الصبح للساعة 10 صباحا بيبقى الحرق شغال كويس جدا طيب نفطر ايه نفطر حاجة فيها ألياف او بروتين الفول كتع الجبنة بيضة مسلوقة ممكن معلقتين شوفان على علب الزبادي كبات شاي بلبن معهم اتنين بقسمات طيب الشاي بلبن الناس بتسألني طب هو بيتخن لو قللنا اللبن مع الشاي ده لناس اللي بيتنقص في الوزن اما الناس اللي عايزة تدخن فبتزود كمية اللبن اللي هو كامل الدسا طيب ايه تاني الحد يجي يقول لي يا دكتور انا بافضل اليوم كله باكل وجبة واحدة ازاي انا باتخن الجماعة لازم تفهموا ان قلة الاكل بتقلل معدل حرق طوالما المعدة مش شغالة الحرق مش شغال فاحنا لازم ناكل سناكس بين الوجبات وجبات سلبية يعني ما باتخنش زي ايه زي الفكهة الخضار زي الخص او الجزر او الخيار الفكهة اي حاجة فيها فيتامين سي بالزيت عشان الفيتامين سي معروف اللي هو بيعلي معدل الحرق ازاي البرتقان الجوافة الفراولة التفاح الاخضر كويس جدا فيه نسبة الياف عالية الناس اللي عندها حديد لان فيه ناس وزنها كثير وفي نفس الوقت عندها انيميا فاحنا لازم ناكل عناصر فيها فيتامينات وحديد عالية وفي نفس الوقت حاجات ما تتخنش لازم ناكل كل ساعتين سناكس زي ما انا قلت عشان نشغل المعدة طول ما هي المعدة شغالة الحرق شغال طيب فيه ايه تاني واجبات السريعة كلها بتبقى مايونيز وكاتشاب ومقليات زيت سمنة كلام ده كله برضو الحاجات دي بتعمل دهون في الكرش الاكل المتأخر حد يقولي مثلا انا باكل بعد ما برجع من الشغل او بستنى جوزي وبرجع آكل الساعة 12 واحدة بالليل حاجات من غلط جدا اخر واجبة لنا هتبقى الساعة 9 بعد كده الجسم ببقى في حالة استرخاء ما بيشتغلش خلاص انا كده قدت وظيفتي على الساعة 9 بوقف كل حاجة بوقف الحر فاي اللي امعتك لها هتتخزن اوتوماتيك في الجسم حتى لو ما فيهاش دهون طيب يا دكتور انا جوعت بالليل اكل ايه ممكن ناكل سلطة ممكن ناكل علب الزبادي معلقة معلقتين شوفان وصمرت فكهة ده لو انا جوعت او ناكل طبق فشار شو هي الترمس نشرب عصير بس طبعا نقال للسكر ليكو في اليوم تلت معلق سكر اكتر من كده الحرق بيقف لان معروف ان السكر بيوقف الحرق النسكافيه تلتة في واحد واثنين في واحد والكلام ده كله فيها مبيضات مليانة دهون دي برضو بتوقف الحرق فلازم نبطلها طيب ايه تاني طيب ايه التحليل اللي انا ممكن اعمله اعرف اذا كان عندي مشكلة في الحرق ولا لا فيه تحليل احنا دايما المعامل بتعمله او بتستسهل عشان بتسترخصه شوية اسمه توتل تي سري و تي فور طبعا ده ما بيبقاش دقيق لانه بتعامل على حسب تغيير البورتين في الجسم فما بيبقاش دقيق فهنا هنتطر ان احنا نعيده تاني بعدها بسبوعين ثلاثة طب ايه دكتور التحليل المطلوب هيبقى تي سري و تي فور دوت ما بيبقاش متصل بأي جزء في الجسم اسمه الهرمون الحر هو ده اللي بيطلع النتيجة مزبوطة لو لقينا تي س اتش نسبته عالية في الدم يبقى كده في خمول لو لقينا تي س اتش منخفض في الدم يبقى كده في فور طيب ايه النسب النورمل اللي موجودة في التحليل اللي اعرف منها ان انا عندي مشكلة او لا طيب طبعا احنا عارفين الغضة الدركية هرمونة بتغير بالتغيرات النفسية عندي اكتئاب لان فيه ناس بيبقى عندها اكتئاب او عندها مشكلة نفسية فبتاكل كتير تقول يا دكتور انا لما بازعل باكل طبعا ده بيأثر على الوزن بعد كده او ناس تانية بتقول انا لما بازعل ما بقولش خالص فاحنا دوت ما يبقاش متحدد في موضوع الغضة طيب ايه تاني مؤشرات السن السن من العوامل اللي بتقدر تأثر على الغضة الدركية ازاي لو السن اقل من 15 سنة هتبقى النسبة النورمال بتاعها من نص لستة ونص طيب لو من 17 لخمسين ده معظمنا موجود فيه هيبقى من نص لخمسة طيب اللي فوق الخمسين هتبقى التحليل بتاعته من نص لتمانية وتسعة من عشر تمام هنطلع فاصل ونستقبل تليفوناتكم وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نستقبل تليفوناتكم حابة بس قبل ما استقبل اول تليفون نسيت اقول اخر حاجة ايه الحاجات اللي بتعلي معنا معدل الحرق او ايه المشروبات يا دكتور اللي اشربها تشغل معي شوية في الحرق طبعا اول حاجة لازم يكون فيه رياضة حتى لو ساعة في اليوم عشان نبتدي نتنشط الدورة الدموية في الجسم تاني حاجة لو مثلا عندي زيادة في الوزن وما بقدرش امسك نفسي في الشهية يبقى لازم اخد ادوية طبعا من المصادر موصوب فيها تالت حاجة المشروبات اللي ممكن تساعدنا بتبقى عامل مساعد جنب العلاق او جنب الرياضة اول حاجة هنشرب شاي اغدر جنزبيل ارفة طيب البهارات هيبقى فلفل اسود شطة كمون خشن تمام معنا التليفون ايوه همونة ايوه همونة الو ازايك يا امر عامل ايه تمام الحمد انا بحب حضرتك جدا بسلامي يا رب ربنا خليك اتفضلي بستفاد منك بجد جدا بسلام يا رب بقولي حضرتك يمكن اتتاعديني انا عايز اخس وفقاط الامل وفقاط جائبت حاجات كثيرة فانش اتتاعديني تفقد الامل ازاي وانت معايا ده حتى عف حق يعني شهيتي مفتوحة جدا وجرفت حدث كثيرة فيا استعداد بس ناس كثيرة قالولي عليك يعني حدثك كويسة تمام انت عندك الشهيات مفتوحة او جدا ومشبعت فتح نفسي ووزنك قد ايه يا مونة وزن سبعين كيلو وطولك قد مية وخمسين يعني عندك حوالي عشرين كيلو عندك ايه مشاكل صحية ضغط سكر قلب لا طيب تمام تابعيني مع السلام مونة عندها مشكلة عشرين كيلو زيادة عندها مشكلة في الشهية طبعا زي ما انا قلت نزبط الموعيد طبعا احنا انا عموما ما بحبش انظمة الرجيم انا بس في كل الحالات اللي معايا بزبط لها موعيد الاكل والكمية اللي بنكلها المكمية المسموح بيا عشان بعد كده ما اجلناش انيميا طيب المشروبات اللي احنا قلنا عليها برضو جنزبيل ارفة شاي اغضر طيب البهارات اللي نشربها هيبقى كمون خشن فلفل اسود وشطة بزور الكتان حلوة جدا عشان بتقلل الكوليسترول في الدم خلي التفاح ممكن ناخد منه معلها على السلطة او معلها على كوباية ميا زي ما قلنا ناكل سناكس كتير جدا فاكهة زي اي حاجة فيها فيتامين سي برطقان جوافة توت فراولة طفاع اغضر الحاجات دي بين الوجبات هتقلل معنا الشهية لو فطرنا بدري قبل الساعة عشرة وبعد كده بدلنا ناكل كل ساعتين صمر فاكهة عبال ما نوصل لحد تسعة بالليل مش هيبقى فيه شهية هتبقى خلاص معدتي قفلت فمش هيبقى فيه قابلية اللي ندخل اي كميات تانية زبطنا مواعيد الاكل والكمية يعني مثلا هقولكم على نظام صحي بتتبعوا مع الحالات بتوعي ايوان دا ايوان ايوان السلام عليكم وعليكم السلام افضلي ازاي حضرتك حمدلله بخير حضرتك يا دكتور انا صياعة جدا و40 كيلو طولي كدير وبيجي لي بود كده دايما وعرفت ان حضرتك وعيسة جد تانية طيب انت عملتي تحليل قبل كده لا طيب بص يا ندا تابعيني وانا هرد عليك بعد المكالمة خلاص بسبب طيب نكمل موضوع مونا بسرعة وبعد كده نخش على مشكلة زي ما قلنا هننظم مواعيد الاكل والكمية الفطار قبل الساعة 10 واخر وقب لنا الساعة 9 سنك نسبين الوجبات نبدأ في الغداء بطبق سلطة عشان نملى نص المعدة وطبعا نملى ها ألياف بعد كده نخش على البروتين ربع فرخة مشوية او قطعة لحمة او سمكة مشوية هنخش لو فيه رز او مكارونا هيبقوا خمس معالي ولو فيه عيش هيبقى نص رغيف كل وجبة هتبقى نص رغيف ما نقطرش عن كده جسمنا محتاج رغيف ونص في اليوم ما نقطرش السكر عن 3 معالي وممكن نستبدله بسكر ضايت او عاصل ابيض قلنا الحواري نخش بقى على مشكلة نادا نادا المفروض تعملي تحليل سي بي سي عشان نعرف اذا كان عندك أنيميا ولا لأ نقدر نعلاجها ونكتبلك فيتامينات وحديد تعملي نقص فيتامين دال برضو نعرف اذا كان فيه مشكلة برضو فيتامين دال انه بيهنج وبتحس بتاعه وشعر بيقع ومشاكل كتير لما نتأكد من التحليل دي موجودة وتعملي برضو تحليل براز عشان نعرف لو فيته في بطنك او ددان هي اللي بتمنع الاكل بعد كده هنقطر او ناخد حاجة فاتح للشاهية ونقطر المأكلات الداسمة الحاجات اللي فيها دهون شوكولاتات المأليات نقطر الرز والمقارونة ناكل حاجات فيها حديث زي العسل الاسود والكبدة والبتنجان الارنبيت نتمن بالبروتين جدا ويا ريت نبتدي فيه بفاجبة الغداء علشان خاطر نفسنا ما تشبعش بسرعة الحالات اللي عايزة تتابع معي يا سمنة او نحافة رقمي موجودة على الشاشة تقدروا تزوروني في اي وقت في العيادة او تكلموني وانا اعتبع حالتكم كنت مبسوطة جدا اللي انا معاكم النهاردة وان شاء الله بإذن الله في حلقة جاية هنتكلم عن حاجة جديدة تابعوني على صفحة دكتور حبيبة راشد او بتجي البرنامج جمالك من صحتك اسألوني على اي اسئلة وانا هرد عليها في الحال السلام عليكم ورحمة الله